بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبعه داه وبعد سائل يقول هل السب والشتم الذي يخرج من الصائم في رمضان يبطل الصيام أو ينقص أجر الصيام أم لا نقول وبالله التوفيق إن الله تبارك وتعالى شرع الصيام لأهداف سامية ومقاصد عالية رفيعة من هذه الأهداف والمقاصد هي تقوى الله تبارك وتعالى يقول ربنا جل جلاله وتعالى في علاه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والتقوى هي أن تجعل بينك وبين محارم الله تجعل بينك وبين غضب الله وقاية حاجز لا تذهب إلى هذه الأشياء التي تغضب الله تبارك وتعالى فالسب والشتم واللعن والغيبة والنميمة كل هذه الأشياء تؤذي الإنسان وتؤدي به إلى النار والعياذ بالله وهذه الأشياء ليست من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليست من أخلاق المؤمنين الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسولنا العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن سبابا ولا فحاشا ولا بذيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالصوم الحقيقي الذي يريده الله تبارك وتعالى منا ليس فقط أن تمتنع أو أن يمتنع الإنسان عن الأكل والشرب فقط لا بل أن يمتنع الإنسان حال صومه عن كل المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى فلابد لهذه العين أن تصوم وأن تصائم فأنت صائم لا تنظر إلى حرام وأن تصائم صوم أيضا لسانك فلا تتكلم بحرام لا بكذب ولا بغيبة ولا نميمة ولا شهادة الزور ولا غيرها كذلك تصوم هذه الأذن فلا تسمعه حراما وتصوم اليد فلا تبطش حراما وتصوم هذه الرجل فلا تمشي إلى حرام وتصوم الجوف والفرج فلا تفعل أشياء تغضب الله تبارك وتعالى وهذا هو الصوم الذي أريده الله تبارك وتعالى فهذا الشخص الذي يصوم لكن يصب ويشتم ويلعن ويغتاب الناس ويمشي بين الناس بالنميمة فما ينفعه صيامه لا ينفعه بشيء إطلاقا وكأنه لم يكن صام قط بل أتعب نفسه وجوع نفسه فيما لا فائدة منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع وفي رواية إلا الجوع والعطش يعني فيه ناس بالصون كثير لكن ليس لهم ثواب وليس لهم أجل إطلاقا هم أتعبوا أنفسهم بالجوع وبالعطش وبغير هذه الأشياء فيجب على الإنسان أن يتقل لها تبارك وتعالى في صيامه حتى يكون الصوم يعني مقبولا عند الله تبارك وتعالى لكن هذا الذي صامه عن الأكل والشرب فقط وفعل مثل هذه السباب أو الشتائم أو اللعن أو كذا أو كذا شرعا هو صومه صحيح يعني لا نقول له يجب عليك أن تقضي يوم ما كان لا الصوم صحيح لكن مع أنه صحيح لا فائدة منه ولا ثواب عليه ولا أجر عليه ينبغي عليك أن تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتخلق بأخلاق الصالحين والأولياء في رمضان وفي غير رمضان حتى تكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثر الناس قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم أحاسنهم أخلاقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا وإياكم القبول في القول والفعل والعمل إنه سميع قريب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين